بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا في حلقات يلا نبني اللي احنا نخصص الله يوم الاثنين بنتكلم مع بعض عن جملة من الاشياء اللي تتعلق بأولادنا لان في الحقيقة احنا مش هنتهاون بأي حاجة تتعلق بمستقبالنا واولادنا دولا مستقبالنا فلازم ندقى وننظر ونحلل كل شيء يتعلق بدا وده هو الواجب الحقيقي على كل من يشتغل في بيت الخطاب الدين لازم نتكلم عن اولادنا بشكل واضح ونزاك لما نبص لأولادنا بنحس بالفرق الكبير بين جنة وجلهم وبنشوف ان اولادنا من الاجيال الجديدة زي جيل زد موليد 96 ل2012 مثلا وجيل 1000 اللي تولدوا من 2013 مثلا لحد دلوقتي بنوصفهم بانهم وصف شوية لازم نركز فيه لان الوصف ده كان ليه معنى عندنا زمان وليه معنى دلوقتي احنا بنستخدم المعنى دلوقتي اللي هو مختلف عن معنى زمان بنوصفهم بانهم متدردحين لفظ متدردح ان الاولاد كانوا عيوهم واسلوبهم وكلامهم سابق سنهم بالنسبان حتى ان احنا بنقول احنا زمان لما كان لما كنا قدكم ما كانش حد يقدر يعمل كده يعني احنا بنوصف الانسان المتدردح الاكثر انطلاقا فاولادنا دلوقتي اكثر حرية في التعبير عن نفسهم واكثر جرأة واكثر استقلالية واكثر استماتة على الحفاظ على هذه الاستقلالية حد يسأل تبو ده وحش انا عايزة اسم حلقة النهاردة حلقة التحدي الدردح عشان بس حد يجي اسألني هو ده وحش بالعكس التعبير عن نفس والاستقلالية ده احنا في بعض الاحيين بنعمل تدريبات للاولاد على الاستقلالية بالعكس ده شيء مهم جدا جدا الاستقلالية دي لنمو زهن اولادنا وقلب اولادنا وحياة اولادنا بس لما نيجي نتكلم عن مفهوم الاستقلالية وركزوا معايا شوي لما نيجي نتكلم عن مفهوم الاستقلالية لازم نفرق ما بين حكتين الثقة بالنفس وبين الدردحة بالمعنى المعاصر بالمعنى اللي عندي اولادنا بناء الثقة في أولادنا هو ده اللي رب عليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الناس وخاصة الأطفال والصبيان البنت تاخد حضرة النبي من إيديه وتلف بيه طرقات المدينة فيتركها صلى الله عليه وسلم بيربيها على إنها تكون صاحبة قرار فبعد ما تخلص يقول لها أراضيتي فتقول له نعم ثم تطرق يد رسول الله وتنصرف بيربيها على إنها تكون صاحبة قرار وبيسألها سؤال الشخص كامل الشخصية زي ما صبي يكون قاعد برضو في مجلس رسول الله عليه وسلم ففي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب وكان في مجلسه صلى الله عليه وسلم فشرب منه صلى الله عليه وسلم وكان عن يمين له غلام شاب صابر لسه صغير وعن يساره سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وغيرهم من كبار الصحاب فلما شرب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الماء قال للغلام هل تأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياء قبلك؟ يعني لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن فاللي أعد على يمينه الغلام فقال له تسمح لي أن أنا يشرب الأشياء؟ فقال له هل تأذن لي؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام اللي كان ممكن ما يكونش عنده عشر سين أو وصل عشر سين فالغلام قال له إيه؟ شوفوا الغلام بقوا بعقله ناضج يا رسول الله ما كنت لأوسرة بنصيبي منك أحدا يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر اختياره ورح مديله الكأس اللي يشرب منه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رباه على أنه هو يكون صاحب وجهة نظر صاحب وجهة رأي لكن اللي احنا بنشوفه دلوقتي في السوشيال ميديا هنلاحظ أن فيه دور كبير بيقوم في تكريس الدردحة بمفهوم الانفتاح والحرية عن التعبير عن النفس هنا بقى العبارة من غير ضوابط أن الواحد يعبر عن نفسه من غير ضوابط فخلت أولادنا عندهم سيولة سيولة فكرية وسيولة أخلاقية وسيولة كمان نفسية لدرجة أن السيولة النفسية ممكن توصلهم إلى الهشاشة فيعبروا عن أشياء الأصح ما كانوش يعبروا عنها بشكل عام لأن جزء منها أسرار جوانياتهم بس هو من الدردحة أن واحد يعبر عن كل مشاعره بلا حدود يعني مثلاً بنشوف اللي بيتعرض دلوقتي ونشوفه من غير معايير ما فيش معايير نقدر نبص عليها ولا هم بيضعوا نفسهم أشياء يقيموا بيها إيه اللي يتشافوا إيه اللي يتعرضوا وإيه اللي ما يتعرضش فمثلاً أضرب لكم مثال وأنا المثال ده بالذات لما باجي أذكره شوية بتوجع من الزواهر منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ظاهرة الرأس في الفيديوهات على التكتوك أولاد كتير لما بيشوفوا ده بيحسوا أنه ده عادي إيه المشكلة صحابي وناس كتيرة بيعملوا كده وفيه بلوجرز كتير محبوبين ومشهورين بيعملوا كده إيه بقى المشكلة أنت ليه مع أدين الدنيا إيه يعني لما لما أرقص آه أنت بترقصي قدام ملايين الناس أنت بترقصي على صفحتك على السوشيال ميديا فالناس كتير هتشوف ده لدرجة أن في بعض الأهالي بتعمل إيه بقى بتخلي الأولاد يعملوا كده عشان يبان إنهم مدردحين لذلك إحنا عندنا أزمة في مسألة تبني النمازج المقدمة لأولادنا هو فين النموذج فكتير من النمازج اللي بيعتبروها وبيحبوها وبيعرضوا نفسهم بجرأة ومن غير ضوابط فبالتالي لما النمازج دي بتعرض نفسها بجرأة مبغير ضوابط بالتالي أولادنا إيه بيبقى هو دات المعايير اللي عندهم فواجب علينا إنه إحنا نعلم أولادنا المعايير اللي تخليهم يقيموا اللي بيشوفوه بس مش بطريقة إنه نوصف عياننا ونوصف الشخصيات اللي بيتابعوها إنهم ما عندهمش أدب إحنا ما طلبناش ده لإنه إحنا لو وصفنا الشخصيات بروجرز ودولة أو الشخصيات المعايير دي إنهم ما عندهمش أدب أنا ببشركم إن أولادكم عيعملوا إيه هيتمردوا تمردوا واسع على ده ويوصلوا إلى حد الاستبياع إحنا بقى بنحبهم وملكمش دعوا لكن كمان ما ينفعش إن إحنا نسيب المسألة على كده إحنا لازم نبحث عن نمازج حقية النمازج الحقية دي فيها لطف وفيها خفة ولغتهم قريبة من لغة أولادنا وفي نفس الوقت بيقدموا معنى وقيمة ودول بالمناسبة كتير قوي قوي كتير جدا وأنا مش عايز بس أقول أسماء أو أقول حاجات ومش لازم يبقى الأشياء اللي بتقدم أشياء مكالكعة لا أشياء بسيطة وحلوة وبتتأدى في أقل من دقيقة وتخلي الناس يحبوا القيم والأخلاق ويتحسن تربيتهم المشكلة لما الأهل بقى يفرحوا بأولادهم إنهم بقوا ترند بسبب فيديوهات الرأس وفي يعني أنا أقول لكم حاجة أنا بساعد بقى قاعد مزهول كده لما أشوف بعض الفيديوهات كده مش ممكن الناس دولة أصحاب الوضع المحافظة أو التفكير إيه اللي بيحصل للناس ده وفي بعض الناس اللي بيصور أولادهم تحت العشر السنين وهم بيرقصوا على أغاني فيها سوء أدب واضح كل أغنية كل أغنية بتتغنى والأولاد دولة بيرقصوا عليها محتاجة بلاغ محتاجة بلاغ لأنها فيها تحريض على إلية الأدب تحريض على التحرش تحريض على حاجات كتيرة جدا 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 السؤال بقى إحنا بربي أولادنا على إيه لازم نسأل نفسنا السؤال ده لذلك إحنا من غير ما ناخد بلنا خلينا أولادنا مدردحين من غير حدود إحنا التردح عندنا إن الواحد يبقى واضح إن الواحد يقدر يعبر دلوقتي التردح معناها قال لها حدود حتى في علاقتنا بيهم أحيانا منشيل الحدود من الاحترام وهم صغيرين وأنا هقول الكلمة كده فنخليهم مثلا ينادون بأسماءنا وسعاتي مش بس ينادون بأسماءنا من غير بابا وماما لا ينادون بأسماء مبتزلة مش بس ينادون بأسماءنا يناديني بالدلع اللي فيه نوع من أنواع عدم الاحترام أنا جميل إن احنا نبقى قريبين من أولادنا جميل إن احنا نصاحب أولادنا بس احنا من صاحب أولادنا لازم يكون عندنا معايير جميل جدا إن احنا نكون قريبين من بعض لكن المحافظة على حدودة الاحترام بيعلم أولادنا إزاي يدل كل حاجة قدرها وما تبقاش العلاقات كده في هذه السيولة وفيها تكريس في الإنسان إن ما فيش حدود يعني البنت لو ما تعلمتش إن هي بتتعامل مع أبوها بأدب وباحترام هتروح تتبسط مع أي رجل في الرجالة يبصوا لها إن هي مبتزلة أنا بقول لكم اللي الدراسات بتقولوا أنا بقول لكم اللي بيحصل في الناس لإنها متوالية بتجيب بعضها ففي العلاقات مهم جدا إن الأولاد يتعلموا الاحترام في البيت ويتعلموا الحب والحنية في البيت إيه اللي إشكال في ده فهوما لما يقول بابا وماما ده معناه إن بابا وماما مش أصحابي لا بابا وماما أصحابي وبشكل لطيف خارس وأنا هسألكم بعد تاني أنا ليه أحرم الأولاد إن هم يحسوا إن هم ليهم دور في حياة أبوهم ومامهم إن هم ينادوهم بالأبوة والأمومة إن يتخلي الأباء والأمهات حسين بالجميلة للأولاد أولاد لما يسيلوا لفظ الأب والأم الأباء والأمهات يحسوا إن هم أبو وأم إزاي ما يحسوا إن هم ما عندهمش مسئولية وقد يكون ده ليه تأثير سلبي بعد كده على قيمهم بأدوارهم ولكن السؤال هل معنى كده المفروض نكون أسين أو نرب أولادنا بقسوة أبدا خالص حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا ما كان الرفق في شيء إلا زانة وإحنا ملتزمين بدا وما نزع من شيء إلا شانة فالرفق إن إحنا نديهم مساحة من الأمان ومساحة من التعبير بس ما حدش قال إن التعبير يبقى تعبير مبتزل إحنا بقى عندنا التعبيرات المبتزلة شيء عادي يتقال في أي حتة وفي أي مكان بدون جرأة بدون كسوف الناس بتعبر تعبيرات مبتزلة حتى عن أبوه لم يقولوا الرجل ده مثلا الرجل ده تعالى قد حاله يعني على الله حكايته أنا آسف يعني التعبيرات دي ده بيقوله على أبوه أو مثلا يقوله يا سيدي ست دقة قديمة يعني ما لقاش ما لقاش ما متفهمش في الحاجات دي بيقوله على أبوه بيقوله على أبوه ببساطة كده لكن كمان مش نوافقهم على على التعبيرات دي ولا لحد ما يتصابوا بالاخترار ونبقى مش عارفين نتكلم معاهم ما هو ده يقدي إلى إيه ما عليش إسكوت انت بقى ما أنت ما تعرفش إسكوت انت يا ما أنت ما إيه 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 ده الراجب الحياة واللي فيها ما هو لازم يقولهم إسكوت انت وإسكوت انت لأن هي ده التعبير الطبيعي بيعمل كده في الشارع بيعمل كده مع أصحاب بيعمل كده في أي حتة بيعمل أي كده هل أنا بتكلم كده دلوقتي عشان عشان نعب أنا بتكلم عشان الأولاد هاي سألهم إيه الأولاد هايبقوا بلا شيء يمكن أن نسميه رمز بلا مقدس بلا مطلق عارفين أزمة الدردحة أولادنا هي إيه؟ أزمة الدردحة اللي شكلتها وسائل التواصل الاجتماعي بالانفتاح غير الرشيد هي أكتر شيء هيسبب لنا السيولة فالأولاد مش هيقدروا يكون لهم مرجعية أو لهم عودة لشيء عارفين ليه؟ لأن هم حاسين أن كل حاجة شبه بعضها فيرجعوا لمن؟ فإيه استلم بقى؟ استلم بقى سيولة في الدين استلم سيولة في الأخلاق استلم سيولة في الزواج سيولة سيولات كلها فإيه اللي حاصل؟ فما فيش شيء ممكن نرجع لكن في بعض الأحيان بنكون إحنا اللي شكلنا ده عشان نهرب من إيه؟ نهرب إن أولادنا يوسمونا بإن إحنا دقة قديمة أو إن إحنا بنهرب إن إحنا من وصمة أولادنا إن أبننا خجول كأن الخجل حاجة عيب يعني الخجل بمعنى الحياة مش عيب لكن الخجل بمعنى إن الواحد يبقى حاسس إنه ما عندهش نعمة من ربنا فيحس إنه عنده نقص وما ينفعش يتكلم ويدداره هو دي المشكلة فإحنا عشان نهرب بقى من مسألة الخجل ده نخلي الأولاد يتدردحوا بهذا المعنى ونعملهم تمرين على التدردحة بهذا الطريقة صحيح الخغل صفة مزمومة خاصة في عصرنا ده لكن مش المقابل للخجل الجرأة أنا آسف أنا آسف جدا 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 مش مقابل إن احنا ننجأ أولادنا من الخجل اللي هو الانزواء البجاح أبدا فيه مصطلح دلوقتي كان اسمه البجاح اتشال ده راح لكن المقابل بتاع الخجل بالمعنى السلبي هو الشجاع مع الحياة الخجل هو إن الإنسان ما يكونش واسق من نفسه خايف يعبر عن نفسه لكن الحياة يا جمالي الحياة الحياة دي صفة تثبت في الإنسان الشجاعة وتخلي الإنسان صحب ثقة في النفس لكن مع الوقوف عند حدود الأخلاق والقيم والاحترام وتخلي الإنسان كريم حاسس إن هو كريم وعشان كده حضرة النبي بيعلمنا بقى مركزية صفة الحياة في الحياة فمرة مرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل من الأنصار بيعز أخاه في الحياة يقول له يا أخي يعني عايز يدردحه يعني يبدو إن واقع عايز يدردحه برضه فحضرة النبي قال له دعه عايز يدردحه بالمعنى اللي هو يخرج ده فقال دعه فإن الحياة من الإيمان وبرضو حضرة النبي يقول دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سيدنا عثمان كده في القصة الشهيرة بتاعة بيع رئيس بيع رئيس يقول ايه كيف لا أستحي من الرجل إن تستحي منه الملائكة إذن الحياة قيمة عليا قيمة مركزية في هذا الدين لذلك كل اللي بيحصل بعد كده من التجاوز على السوشيال ميديا والأناسف يعني وبعض أشكال التعري على السوشيال ميديا سببه هذا المفهوم الخطر وهو تحدي وأزمة الدردحة لذلك إحنا ساهمنا في تشكيل صورة زهنية مجتمعية عن الدردحة وصورناها على إن هي شكل من أشكال الشطارة ومش هقدر أقول إن هي شكل من أشكال الرجولة وإن كان بعض الناس بيخلوا الرجالة دلوقتي فيها حركات مش كويسة وإحنا هو الولد اللي تحول للتحقيق ده كان يستحق لإن هو ده مش شكل من أشكال الرجولة ولا دي دردحة ولا دي خفة إن الواحد يكون بهذه الطريقة من الابتزال في محفى العلمي حتى إن كتير من البنات دلوقتي بقوا عايزين الراجل المدردح اللي هما بيسموه الباد بوي المفتح على فكرة إحنا لما بنعمل دورات المخبينة على الزواج بنحذر البنات إن هما يتجوزوا من الباد بوي ليه؟ اللي مقطع السمكة وديلها ده هو كسر كام قلب هو الشخص اللي مقطع السمكة وديلها ده جرح مين وهزق مين ودس على قلب مين ده مش نموذج الراجل اللي يكون في ذهننا والرب أولادنا عليه لكن في الحقيقة في فرق كبير جدا جدا ما بين الدردحة من غير حدود وما بين الرجولة اللي الجورة بتظهر في الإنسان اللي بيحب الوعي والمعرفة والواقع وينفتح على العالم ولكن بمعايير ورشد فمش أي شيء أقبل أعمله الراجل بيظهر في الشجاعة والتعبير عن النفس من غير خوف وتحمل المسئولية من غير هروب وفي نفس الوقت تظهر في الاحترام الراجل هو المحترم الراجل هو اللي بيحترم الناس الراجل اللي هو ما يدس على قلب حد ولا يتجاوز مع حد الراجل اللي بيقف عند حدود القيم الراجل كمان اللي بيعرف إزاي وهو يتحرك في الحياة يتعامل مع الأعراف وإزاي يظهر الشهامة وحب الخير وينشر الجمال في الحياة هو ده الراجل الراجل اللي عنده حياة الرجل مش الرجولة مش إنك إنت تتجاوز الحياة مع البنات لا مش الرجولة دي ودي ومش ممكن يكون التجاوز الحياة مع البنات ما ينفعش إن إحنا نقول للأولاد إن إحنا رب الأولاد على تجاوز الحياة مع البنات وبعدين نيجي نقول هو التحرش بيجي منين ما حلازم نتكلم بصح بجد يعني طب نعمل ايه بقى للتعاون مع هذه الحكاية تعالوا بقى نوعد كده ونشوف الحلول ايه اول حاجة لازم نتعامل مع الاولادنا ان في حوار والحوار ده رايح جاي ولازم نسيب اولادنا يعبروا عن انفسهم بقى ريحية في اطار من الادب والاحترام في امان كل ما خليت وانت الولد ابنك وهو بتكلم لازم عشان نعملش تمرد ويجيلك بالدردحة السلبية خليه على ارض رأيه بامان وباحترام خلي ابنك يشوفك وانت بتحترمه فيتعود على ان الاحترام جزء من الحياة تاني حاجة عايزين نرجع تاني رب اولادنا على القيم ومعاني الادب ويبقى الادب دهات من مدخل ان ده جمال ولين مش بدريقة اتهمهم انهم ما عندهمش ادب وانهم قولات الادب لا ان الادب ده جمال ادب ده حلاوة ادب ده شياكة الادب ده هو دوة اللي بيخلي الحياة ليعطاع المداخل ده ممكن اولادنا يتبنوها مش مدخل ان انت مش مؤدب فيجي يقولك ما هو ادب في عصركم غير الادب في عصرنا لا انه خليهم نحسوا ان الادب ده جمال الادب ده رقة رحمة لطفي مع الناس تالت حاجة عايزين نحاول نقدم لولادنا نمازج نمازج بتقدم قيم جميلة في حياتنا وهي موجودة على السوشيال ميديا بتتكلموا بلغة اولادنا ونعرفهم على ده وده شيء مهم جدا 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 ان احنا نقدم النمازج دي لأولادنا وسهل جدا ان اقول له ايه رأيك في ده وبعد كده اكمل معاه انا شايف ان فيه اجرائين كمان مهمين جدا ان اجراء الاولاني لازم نقعد مع اولادنا قعدة اسبوعية نسيب اولادنا يديروا الحوار ويعرضوا علينا موضوعات جديدة لان هم لما يتكلموا معانا في الموضوعات الجديدة وهم اللي بيديروا الحوار يبقى عندهم مساحة فيها حدود للحوار فيتعلم الحدود والحدود دي تنزل في شعور الاعماق ونخليهم احنا بنسمعهم بس حتى مش هنتكلم هم اللي بيتحاولوا قصاد بعض هم اللي بيتحاولوا مع بعض واحنا موجودين وفي لحظة من اللحظات هيجوا يقولوا لكم طب وانتوا ايه رأيكم تقول الرأي بهدوء بدون اتهامات بدون نقل الحاجة الاخيرة ان احنا لازم نعملها ان احنا دايما لازم نبقى قريبين من اولادنا اياكم والبعد عنهم لو عتبعدوا عنهم اكيد حد هيشغل مكانكم وساعتها هيرجعوا لكم مش بتدردحها بس ارجوكم بحيات كتيرة خلينا قريبين من اولادنا عشان اولادنا محتاجين لنا في زمن السيولة عشان يبقى عندهم مطلق وعشان يبقى عندهم مرجع وعشان يبقى عندهم عمود يتسندوا عليه اولادنا محتاجين يتسندوا على حاجة يا رب اجعلنا يا رب العالمين سبب من اسباب مسندتهم وسبب من اسباب دعمهم يا رب العالمين واجعلنا يا ربنا سبب تيسير وحسن وجمال وخير ورحمة لأولادنا في كل وقت وحي بعد الفاصل يا سادة نتلقى اسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك وصفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم المباركة ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها وتفضل صفحة ذكر الله صفحة التشاور والتحاور وكمان مجالس العلم وهي صفحتنا على الفيسبوك وحنا بنهتم جدا 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 بكل اللي وصلنا على صفحتنا وتعالوا ناخد أول سؤال النهاردة من الأستاذ محمد من الأليوبية أستاذ محمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا دكتور فضل ونعمة الحمد لله اتفضل اول حاجة اخويا اللي اللي مقتنعك دي الحديدة مش عاجبه الوظهر ووجههه السلام وابتنعه بحضرتك انا مستامع كويس بقى ممكن تعلي صوتك شوية يا ساز محمد سمعني كده يا فندم اه سامع حضرتك للوقتي اه اخو حضرتك اخويا اللي اللي مقتنعك ماشي مقتنع من هزهر دي اكتور جاء الرسالة هو اتفضل حضرتك بكلام حضرتك يا عم كمان؟ طي ماشي حضرتك عوجهه الرسالة السؤال التاني اخويا وبيه بيه السؤال السؤال التاني اخويا بيشتم امي بسبب انتلاب والوطط وبيخدك البيت العالم ويجني انتلاب والوطط الشهر ايه رايبين في الكلام ده يعني اخوك دلوقتي معليش خليني اسمع اسمع كويس اخوك بيشتم امك اه بيشتم امي بسبب الكلاب والوطط وبياخد ويجميل كلاز الشهر يجميل كلاز والوطط الشهر طيب انا 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 طب يعني هو بياخد الاكل منها عندي فيها يعني ولا بيعمل ايه يا عندن فيها طيب مشي انا هاكلم حضركك يا استاذ محمد بس يا سيد محمد بس يا سيد محمد انا هجاوب على السؤالين بتوح حضرتك السؤال الاولاني في النحية العلمية لما حد لا يقبل المنهج العلمي ولا يقبل المؤسسات العلمية الكبرى ولا يقبل العلم يبقى الشخص دو صاحب هوا فليس هناك حد في العالم لا يقبل الأذر الشريف إلا شخص من اتنين إما جماعات التطرف أو شخص مضطرب نفسيا وجماعات التطرف دولة هي جماعات التطرف اللاديني جماعات التطرف اللاديني وجماعات التطرف الدين الاتنين فمحدش شفته في العالم بيكره ده أو ما بيقبلش ده إلا الاتنين دولة جماعات التطرف اللاديني وجماعات التطرف الدين الاتنين يعني جماعات التطرف بأشكالها الاتنين ونحية التانية الأشخاص غير متزينين نفسية لأنه هو عايز يبقى شخص منطلق واللي بيقوله يبقى وبعضهم اللي أنا شفته اللي أنا شفته أنا قابلت مثلا دلوقتي أكتر من 21-22 مهدي يعني قابلت المهدي 22 مرة الناس اللي بتتداهي أنهما المهدي وقابلت مثلا الحاجة الجديدة إن أنا قابلت كمان إيه رمزات العمادة اللي هي لما يخلق مثلوها في البلاد يعني ليه بقى لإن هي حاجة ما حصلتش فده اضطراب نفسي معروف عند علماء النفس معروف عند أطباء النفسين ده اضطراب مشهور ويكاد يكون إن بعضهم في المجتمعات العربية ومجتمعات الإسلامية يكاد يكون نسموه هوس المهدي إن يبقى واحد عنده جزء من الضلالات أنا أسف جزء من الضلالات دي إن هو المهدي أو إن هو زي ما صاحبتنا دي قالت إن هي رمزات العمادة فإذن الاضطراب ده موجود فإذا كان أخونا أنت شايفوا إنه هو مش متطرف يبقى لازم يروح يتعرض على دكتور نفسي طيب إذا ما كانش محتاج للدكتور النفسي يبقى هو متطرف فأنا بكلم أخوك هل أنت يجوز في أي حاجة في العالم إن أنت تقيم حد من غير ما تعرفه هل أنت قرأت شيء عن منهج الأزهر هل أنت تعرف أي حاجة عن الأزهر ولا أنت تعرف الكلام اللي بيقوله المتطرفين عن الأزهر سواء المتطرفين دولة أو المتطرفين دولة فإذا كنت تعرف بس كلام المتطرفين عن الأزهر فأنت متطرف زيه لأن اللي بينطلق من كلام حد يبقى هو تبنى يبقى هو تبنى أما لو أنت عايز تسأل في مسائل أهلا وسهلا لكن ما ينفعش أن أنت تحكم على كيان علمي نفع المسلمين أكثر من ألف سنة وبعدين حضرتك هي تقول إيه أني والله أنا مش مقتنع بي انت حق بس عدم اقتنعك بيه ده بيطعن فيه تاريخ الأمة دي كله تاريخ الأمة اللي دعم انت تعرف يعني إيه مؤسسة تفضل مؤسسة تفضل لازم تدعم بالأولاد يعني الناس دعموا الأزهر بأولادهم دعموا الأزهر بأموالهم دهروا الأزهر بأكسادهم لما حموه سواء حموه في كل وقت فالله أنا عايز أقول لك أن الأزهر ليست ملكية لأحد الأزهر ده ملكي للأمة لأنه يعبر عن منهج الأمة المعتدل فإنت إذا كنت إنت رافض ده فأنا ببشرك إن إنت ممكن تكون أنا عارق ممكن تكون إنت بتسمع عني دلوقتي فأنا ببشرك إن إنت قد يكون عدم رضاك عن المنهج ده سبب التطرف وليس معنا ذلك إن إحنا لا نقبل النقد بس نقبل النقد في إطار العلم مش نقبل النقد في إطار السيولة اللي إحنا عايشين فيها دي ما يجيش واحد يقول والله إنتوا بتعملوا بالأحاديث وإنتوا معرفش بتعظموا البخاري وبتخلوه كأن البخاري يوحى إليه أه لا إنت مش عارف حاجة خالص أنت مسكين خالص أو إن إنت تقول والله إنتوا مش منتبعين سنة رسول الله لأن سنة رسول الله هي الكتاب والسنة بالظاهر يبقى أنت برضو مش عارف رسول الله سواء إنت ده أو إنت ده إنت محتاجة تتعلم فالأحسن لك إن إنت تتبع رسول الله لم قال إنما شفاء العي السؤال إيه اللي تعبان في قلبه أو اللي تعبان في رأسه يتعلم وييجي يتكلم لكن لا يا جوز الكلام قبل العلم عايز تتكلم تتعلم وقدمك يسيدي رحلة يعني أنت لو كنت شاب عندك 18 سنة مثلا لازم عندك رحلة لازم تتعلم فيها عارف ليه؟ لأن أنت لو تكلمت حضرت النبي قال إيه؟ قتلوهم قتلهم الله إنما شفاء العي السؤال اتعلم وأهلا بيك شخصا منتقدا لكي ننتفع بفكرك يا الراشد لكن مش هنقدر نستقبلك وإنت بتقول لنا ضلالات لإن إحنا عندنا شغل كتير عندنا شغل كتير شغل كتير مش هيخلينا نتعرض بنقعد بقى للناس اللي هم قاعدين يتكلموا عن التاريخ ويتكلموا على معرأة مش هنقدر مش هنقدر كل دولة هنرد عليهم بنسبة 20% لكن 80% هنبني هنبني ليه؟ إحنا هو في حلقة يلا نبني عايزين نبني في أولادنا فأنا بخاف إن الناس دولة اللي أم المتطرفين دول لحسن يكونوا شغالين مع حد تاني ووعة يا ابني تكون شغال مع حد تاني اوعة تكون شغال مع الناس اللي مش عايزين الأم دي تتقدم اوعة تكون شغال مع الناس اللي مش عايزين الناس يتمسكوا بأخلاقه فتقعد تعمل دوشة وتشويش وتخلى أخوك يعني مأهورة عليك كده مأخوك لما يتقهر المجتمع لما يتقهر المسلمين لما يتقهروا لأن أولادهم عندهم مشاكل فإحنا مش هنسيب إن إحنا نتقهر إحنا هنبني ولذلك يا ابني الأزهر ده بنا بنا وعمر أكثر مما تتصور وأقل حاجة روح أرى تاريخ الأزهر في ألف عام بس خالص يعني مسألة سهلة فأقرأ وأوعدك لو أريد تعالى نتكلم لكن قبل ما تتعلم ما ينفعش تتكلم لإني باب العلم قبل القول والعمل الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله تعلم ثم تتكلم وتوقع الرب العالمين فده شيء مهم جدا ويكفي يا سيدي إن أنت بسبب عدم التعلم بتكيد في أمك وبتوجع قلب أمك وقدر ربك إلا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا يا سيدي مش هينفع كده إيه وعا تعمل كده كده إحنا يعني بنصحك بنصحك خليك مع نفسك كده واحتمال كبير إن يبقى إحنا محتاجين دعم نفسي واستشارة نفسية نعم طب ممكن ناخد الأستاذ عبد الرازق من اسكندرية أستاذ عبد الرازق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بزيك يا أستاذ عمر بخير الحمد لله بزيك يا دكتور ربنا يحفظك يا رب الله يرضى عنك يا رب ربنا يحفظك ويحفظ الناس اللي عندك دول كلهم يا رب حبيبي براكاتكم يا سيدي أنا عندي ابني اتوفى لسبوع اللي فات زي النهاردة بالضبط ربنا يجعله فسح الجنات وانزع عليه من الرحمات ومن الألطاف ومن السعادة ما يجعلك تقر عينك ويجعله إن شاء الله في النعيم المقيم ومش طالب من سيادتك غير الدعاء لأن عذرتك من الإنسان المحترمين الناس المخلصين ربنا يكرمك وتدعي له دعوة من قلبك ربنا يحفظك ربنا إن شاء الله يجعله في فسح الجنات ويفتح له باب على الروضة الشريفة فيكون محرة النبي صلى الله عليه وسلم بكرة وأصيل ويجعل حياته البرزخية حيات سعادة ونعيم وسعة وفتح وتوفيق إلى أن يرى مقعده من الجنة فيحيى سعيدا ويحيى هنيا ويجنبه الله سبحانه وتعالى ظلمة القبر فينوى قبره بأنواره سبحانه وتعالى الذي إذا أشرقت على مكان جعلته جنة وجعلته نعيما يا رب العالمين وسائر أموات المسلمين يا رب العالمين نعم السيدة بوشاهد من الاهلية سامو عليكم دكتور عام عليكم السلام وراح طلب بركاته جزاك الله كل خير يا دكتور الله يرضى عنكم الله يبرك في حالك ربنا يزيدك وزادك الله نورا وعلما وفضلا يا رب ربنا يرضى عنك يا سيد الله خليك لو سمعت يلقى الدوء على الشهادة على الشهادة وحكمها وحكم من يشهد زور والشهادة دي هل هي للطرفين وأم هي حقهم لله طيب يعني أنت دلوقتي بتقول أن الواحد يكره حد بيكره حد بالقوة ولا أدبيا لا مش بالقوة القاعد ضوء على الشهادة لأن هنا في ناس كتير بتبقى عارفة الحق وتكتم الشهادة مش عايزة تقول الحق الشخص اللي هيكتم الشهادة لازم يكون إيه؟ رسول الله قال أرأيت الشمس في رابعة النهار؟ قال نعم يعني أنت تعرف الشمس لما بتكون في وسط النهار كده ومضيئة في حد يقدر ما يشوفهاش؟ قالوا لا قال نعم قال على مثليها فاشهد يعني ما يشهدش على حاجة مظنونة ولا يشهد على حاجة هو ما يتأكدش منها فلما يجي يشهد يشهد على عيان على شيء على شيء واضح يعني لو هو بيشهد على أنه سمع حاجة لو مختلط عليه الأصوات ما يشهدش لو بيشك أن الحاجة دي كان فلان ولا فلان ما يشهدش لما يجي يشهد على حاجة ما يشهدش هو فلان كان قصده كذا لأن قصده ده في نيته يبقى الإنسان لما يجي يشهد يشهد كده أما بقى ما سألت شهادة الزور فشهادة الزور لابد أن تكون معيارها أن في حد شاهد على خلاف الحقيقة يعني معيار شهادة الزور أن فلان شاهد كذبا كذبا ده ما رده إلى الحقيقة فإذا كان ما ينفعش أن واحد بيقول شهادة فلان ده شهادة الزور وهو شاهد باللي سمعه واللي شافه ويسميه شهادة زور لأنه هو ساعتها مش يبقى شهادة زور هيبقى ساعتها ماله هيبقى ساعتها شخص شاهد على ما رأى أما تأويل ما رأى بقى هو ما ينفعش يشهد عليه لأنه هو مش بالضرورة يكون عارف إيه تأويل ده أو فلان عمل ده ليه نعم أستاذة منا من المنفوية تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك أنا عايزة أعرض على حضرتك دلوقتي أنا متجوزة بقيلة ستة وشر سنة أم وعيشة مع الزوجة كنت عيشة ببيت عيلة وكده وشيلته ومسطتش في أي حاجة أم وعيشة معهم استحملة وكل حاجة بس دايما بيشت يعني أنت عيشة في بيت عيلة لا أحنا دلوقتي كل واحد أقعد لواحدة حضرتك يعني عيشت لغاية كم سنة في بيت العيلة عيشنا أباعتاشر سنة طيب يعني أنت بقى بلغاتنا فصلت من سنتين فصلت عن نوم من سنتين أيها حضرتك يعني عندني مش مشكلة مشكلة إن أنا عايشة معجوزة وبحطيرمه كل حاجة وبقدره وهو إنسان كويس بس دايما بيهني قدام أولادي دايما بيشتمني وبيسبيلي بالدين وبيهني قدام أولادي ده طبعه ده طبعه ولا هو بيعمل معاك أنت مخصوص كده لا هو يعني بحق مش غلامته هو بيزهق وبيتعصب وكده بس أنا أنا نفسيتي كل ما ده حررتك وبتتعب نفسي احترمي أنا عارف أنا بسأل بس عشان لما أقول لك علاجي يكون مناسب أنت دلوقتي هو ده طبعه طول حياته إنه هو بيعمل كده هو عصب هو مش عصب طيب طيب أنت سؤالك دلوقتي أستاذة أستاذة مننا سؤالك إيه بقى سؤال حضرتك أنا يعني أنا نفسيتي كل ما ده بتتعب فأنا أخلني مستحملة كده ولا ولا أخذ قرار ولا أعمل إيه أنا سعب أفكر في الانفصال ورجعت أنا فكر في أولادي طيب أجاوب على حضرتك أستاذة مننا أجاوب على حضرتك أول حاجة ما حدش يرضى في الدنيا أبداً لأي حد أنه هو يستمر في حالة الإهانة لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فجزء من عرضي هي سمعتي جزء من عرضي إن أنا لا أسب ولذلك في حد اسمه حد القذف عشان عرض الإنسان ففي حاجة اسمها عرض الإنسان فالإنسان لا يحب أن يسب ولا يحب أن يهان ولا نقبل إن حد يسب أو يهان وحتى فيه تعزير للإهانة إن واحد ينال من إنسان فيعذر على ذلك طيب طيب أتطلق بقى؟ لا ليه يا مولانا؟ ما أنت قلت محدش يفضل في الإهانة لأن إحنا عندنا رسول الله ما كان بيوجه الرجال يقول لا يفرق مؤمنوا مؤمنة إذا كره منها خلقا راضي منها الآخر يعني إيه؟ يعني حضرتك بتقولي أنا مش راضي عن الإهانة صح وقف في قصاد الإهانة وأقولك توقف في قصاد الإهانة إزاي؟ بس في نفس الوقت ما ندمرش البيت إزاي نتوازن دي؟ مسألة صعبة أوي 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 طبعا مسألة صعبة مسألة صعبة جدا جدا وخاصة لما تكون قدام الأولاد زي ما حضرتك تفضلتي فهنعمل إيه؟ أول حاجة هنطلب من زوجنا إن إحنا نقعد معاه مع حد عاقل وكبير ونسأله هو إيه اللي أنا بعمله يخليك عصبي وتستعمل ده وده وده فيقول كيت وكيت 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 فنيجي نقوله طب وإذا تركنا ده؟ أكيد هيقوله طبعا أنا مش هعمل كده طب إذا كان ده طبع حضرتك أعمل إيه؟ أنت اللي هتقوله أعمل إيه؟ عشان أساعدك أن أنت ما تعملش كذا هيقولك كيت وكيت 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 هتقولي لي وإنا علي بداي كله إيه؟ أصلاً ما بتكلمش عن عدوك أنا بتكلم عن عيشة 16 سنة بتكلم على شخص أنت عندك منه أولاد اختلط لمكم ببعض هل أنا رضيلك الإهانة؟ أكيد لا بس ما رضيلكيش الخراب ما رضيلكيش أن أولادك يعيشوا ببيئة غير سليمة فلذلك قبل ما نعمل حاجات هنعمل شوية خطوات اسمها خطوات الإصلاح دي صفة سيئة أو سيئة لكن في نفس الوقت لازم نعمل إيه؟ لازم نرعي ده فتعملي إيه؟ نتفق ونقعد ونساعد بعض وهياخد ده وقت بس أنت هتكسبي نفسك وهتكسبيه الحاجة التانية ادعيله كتير في السجود فإنه جوزك حبيبك إيه هتنسي إنه ده حبيبك عشتي معها 16 سنة فدعيله ليه كده كل واحد يتأذي يروح سايب حبيبه ويروح هو في والبيت والدنيا كلها تخرب حبيبك يدعيله هتقول لي طب هو لو كان الراجل اللي بيعمل كده كنت هتقول كده أوى الله احنا بس بننسى إنه إحنا وإحنا بنتعامل مع أزواجنا بننسى شوائتين ثلاثة إحنا بنتعامل مع أحبابنا أو ما يجب إنه إحنا نكون متذكريين لهم مع أحبابنا يا رب دي مننا يا رب العشر الحسن وجعلنا يا ربنا من أهل الرشد ومن أهل الفهم ومن أهل اليقين من أنك يا ربنا أنت الذي تمد بيوتنا فأنت الذي وعدتنا وجعل بينهم مودة ورحمة فنحن واسقون من أنك يا مولانا تنظر إلى بيوتنا لتمدنا بالبركة والنور والغسعة اللهم اشرح صدورنا لنكون متمسكين بمددك بأن بيوتنا ما زالت فيها أنفاس مليئة بالمدد ومليئة بالرحمة وجعلنا يا ربنا ممن يتمسكون بهذا المدد لتفتح عليهم أبواب رزقك وبركتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وجعلنا على الدوام برحمتك متمسكين في كل وقت وحي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر